ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مستمرين مع حضراتكم والأهلي في رمضان والحقيقة بعد ما انتهينا من فاكرتنا الإخبارية المتعلقة بكل الأخبار طبعاً بالنيدي الأهلي دلوقتي نبدأ طبعاً أخبارنا المحلية والبداية مع اتحاد الطايرة اللي قرر أنه يوجه الشكر للإيطالي فلافيو ويقترب من التعاقد مع بيرجوني لقيادة منتخب الرجال حياة مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطايرة برئاسة طبعاً المهندس ياسر أمر قرر أنه هو يوجه الشكر للإيطالي فلافيو المدير الفني لمنتخب رجال الكرة الطايرة على الفترة اللي تولى فيها مهمة القيادة الفنية للمنتخب المصري حياة نحرس مجلس إدارة الاتحاد على تكريم الإيطالي وتوجيه الشكر لي وإنهاء الارتباط باحترام متبادل وكبير ما بين الطرفين السعاد بقى القليلة إلا مقبلة الحياة نيها تشهد وضع اللمسات النهية للتعاقد مع مواطنه طبعاً الإيطالي فيرجوني لقيادة منتخب الرجال وده أكيد بيأتي في إطار سعي مجلس إدارة الاتحاد للاستعانة بالعديد من المدربين الأجانب المميزين للوقوف على أفضل العناصر اللي طبعاً بتلبي طموح المجلس والكرة الطيرة المصرية بالمنافسة في أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين والاستعانة بمدير فني الحياة بيتفهم لطبيعة اللاعب المصري ومتطلبات المرحلة اللي احنا بنمر بيها حالياً يعني زي ما احنا عارفين أو يعني خلينا نقول لحضراتكم أن فيرجوني بيمتلك سيرة ذاتية وسيفي كبير ومميز جداً ومشاركات على المستوى الدولي الحقيقة بترضي طموح الكرة الطيرة المصرية وعشان كده استقر مجلس الإدارة على التعاقد مع فيرجوني بعد دراسة العديد من السير الذاتية المختلفة العدد كبير جداً من المدربين الأجانب وتم الاستقرار على الإطالي فيرجوني في النهاية لتولي القيادة الفنية للفرعينة ده طبعاً قبل الاستعداد للملحرة المقبلة الاستعداد للأولمبياد يمكن خلينا أقول يا ماري من الحقيقة الخبر ده مفجأة لي على مستوى الشخصي